ابتسامة تخفي وراءها الكثير في وسط قرية حربة التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين يقف سكان القرية محاولين إيصال معاناتهم إلى أبصار وأسماع مسؤولي المحافظة على ذلك يجدي نفعا قرية حربة كل شيء فيها بدائي إن وجد بدءا من منازل السكان البالغ عددها 200 منزل على الأقل مرورا بنعدام المياه الصالحة للشرب وشح مياه الإسالة لأنه هذا المي إسالة ماكو مي موجود هذا بالقناة وتقدر الصورة وتشوف الحشرات والشغلات اللي بيه اللي بسببه عندنا الأطفال تمرضت اللي يسهل اللي يشكل عنده زنتري اللي صارت عندهم أمراض كلا الإسال ماين يشرب من النهار الأطفال تمرضت وما جاءنا جيهة قالوا يا بيتم شمعتاجين شين كفاية كل شي ما حد قال لنا ولا حد شوفنا واحد يقول سكان قرية حربة إن أقرب مركز صحي يبعد نحو 20 كيلو مترا عن القرية ويقع في ناحية الإسحاقي وهو ما سبب العديد من المشاكل لسكان القرية المحتاجين لعلاج فوري ليس هذا فحسب فالقرية تخلو من أي مدرسة باستثناء هذا المبنى المهجور الذي حوله الأهالي إلى مكان لتعليم أبنائهم بعد حصول الأهالي على موافقة الإدارة التعليمية في المحافظة أكثر من 215 تلميذة في القرية يتلقون أدنى مستوى من التعليم في بيئة غير صالحة للعيش الإنساني أما عن دور المسؤولين الحكوميين في إعمار مثل هذه المناطق فالكلام أبلغ من الوصف كل سنة يجون يوعدون مدارس مستوصف بإسالة بكل المطلبات الموجودة بس بالنتيجة كل شي ماكو وراء الانتخابات ما أحد يزورنا ولا أحد يجينا ولحد هذه اللحظة أي مسؤول مما حصل صلاحة الدين ما أجانا قرية حربة تضاف إلى عموم مناطق العراق المهملة تماما من قبل الحكومات المتعاقبة حيث لم تصل إلى هذه القرية أي خدمات أساسية منذ عام 2003 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر